السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أحبائي تلاميذ الصف الثالث ابتدائي معكم الستنور الهدى مادة القراءة العربية اليوم سوف نقوم بمراجعة موضوع العيد أحمد أنا أحب العيد وأختي فاطمة تحب العيد فاطمة كلنا نفرح بالعيد الأم نلبس الملابس النظيفة والجميلة في العيد أحمد عندي ثياب نظيفة وجميلة فاطمة وأنا عندي ثياب نظيفة وجميلة الأب غدا يوم العيد نفرح بزيارة أقاربنا وجيراننا وأصدقائنا ونذهب إلى الملاعب والحدائق استيقظ أحمد مبكرا في صباح يوم العيد ولبس ملابس العيد واستيقظت فاطمة مبكرة ولبست ملابس العيد فاطمة عيدك مبارك يا أحمد كل عام وأنت بخير أحمد عيدك مبارك يا فاطمة كل عام وأنت بخير ذهب الاثنان إلى الأب والأم وقبلهما وقالا لهما عيدك مبارك يا أبي عيدك مبارك يا أمي وفرحت جميع الكلمات المهمة في هذا الموضوع كلمة كلنا الملابس النظيفة الجميلة ثياب أقاربنا وجيراننا وأصدقائنا كذلك كلمة وقبلهما وكلمة الإثنان كذلك كلمة الملاعب والحدائق محفوظة يوم العيد خرجت يوم العيد بملبسي جديد أدعو لكم إخواني بأجمل الأمان هيا معي لنذهب ثم جميعا نلعب فيومنا جميل وكلنا نقول نحن نحب العيد نحب أن يعود فكله جمال يحبه الأطفال ننتقل أحباء إلى موضوع الجيران جلس عدنان مع أبيه يحدثه عن الجاري الجديد قال عدنان سكنت أسرة بجوارنا اليوم يا أبي الأب وكيف عرفت ذلك عدنان ساعدت الأسرة في حمل الآثاث الأب أحسنت يا عدنان هذا واجب إن للجاري حقوقا على جاره الأم علينا أن نقدم إلى الجاري الجديد وجبة العشاء الأب يجب أن نتعرف إلى أفراد الأسرة ونزورها في الأسبوع القادم إن شاء الله عدنان إنهم أربعة يا أبي فؤاد ومريم والأب والأم سلمة أنا فرحة بجيراننا سألعب مع ابنتهم مريم عدنان أنا سألعب مع ابنهم فؤاد الأم حافظة على الهدوء ولا تزعجاء الجيران أوصل نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجار وقال خير الجيران عند الله خيرهم لجاره الأب وقال الإمام عليه عليه السلام سل عن الجار قبل الدار الكلمات المهمة في هذا الموضوع كلمة ولا تزعجاء ابنتهم سل كذلك كلمة يحدثه بجوارنا ساعدت الآثاث وجبة العشاء